أحددتوا بعض الفرح؟ يعني على وشك شفت النقلة دي؟ أيوة من النقيد للنقيدة على طيب ألف مبروك طبعاً إنت والنيج مشهري ألف مليون مبروك نتمنى لكم حياة سعيدة قليل قدل صورة كتب الكتاب ألف مبروك وإحنا كمان مصاهرينها أيوة مصاهرين معنا ومش عايزة أقول أسرار على الهواء مش عايزة أقول أسرار سيطر على الكنترول سيطر على الكنترول يوم سيطر على كل حي يوم سيطر علي أنا شخصية ربنا يا سعيدكم قل لي غيرت فيك إيه شيري في الكام شهر لكتب لا الشيري غيرت فيك حاجات كتير فعلاً شيري أنا كان فكرة الجواز دي بالنسبة لي أصلاً خب بالك يا في الكنترول لا مع أنت اللي أخب بالك مش أنا أنا عارف أنت اللي أخب بالك لا يعني شيري يعني فكرة الجواز أصلاً كمشروع بالنسبة لي كانت بالنسبة لي كنتش يعني أنا مش ضد الجواز يعني بالعكس بتبقى أنا صح السحابة أقولهم تجوزوا يعني بس كان الموضوع بالنسبة لي يعرف ما تحس حاجة كده بعيدة مش هتفت أعملها يعني مش عالف ليه يعني حسيت بقى في فترة كده يعني الموضوع ده مش هعرف أعمله خطوة كده مش هتفت أعملها عايزة قرار وأنه بقى كمان قب يعني المنطقة دي كانت بالنسبة لي منطقة ضبابية جداً مرعبة جداً ومع الوقت كل ما تكبر كمان تحس ان انت خدت على على حياة الحياة مختلفة وريحت كده عليه فأن انت تعمل ده لأ يعني لولا بجد يعني انت هنا بقى بيتحكم مش العقل بيتحكم العاطفة يعني لأن انت لما يعني هقول كلام رومانسي بقى لا قول براحتك لا لا براحتك لما بتحب شواء يعني يعني وبتبدأ مشاعرك هالي تحركك كويس موضوع بيختلف يعني الحاجات القوالب اللي انت كنت شايفها قوالب ثابتة بتبدأ تشوفها بمرونة شديدة تبدأ القوالب بيتدوب يعني فطبعا ده شريدة وبتلك القوالب يعني خلينا نتكلم ببساطة يعني شريدة وبتضرب القوالب ده حقيق يعني وطبعا ورابين مني كمان عارفين كده جدا صحابي والناس ورابين مني انه يعني شافوا التغير ده يعني شافوه بقى عن قربه وشافوا قد ايه ان انا كنت يعني مش مش متبني فكرة ضد حاجة يعني بس كنت بشوفها نفس انا ان الموضوع ده صعب جدا يا جماعي حاديش فتح معايا فمن النقيد ان انا مستعجل ويلا ونجأ يعني شفت يعني انا لما سألتك كان في حاجة ورس شوية لما سألتك من شوية كان في حاجة من نقيد للنقيد خبيت ولما جبت سريت شيري قلت بحقيقة طيب ايه الحاجة برضو اللي انت في شيري خلال الفترة اللي فاتت دي مش اقول غيرتها ولكن يعني بتتعامل معها اه احنا خلاص بنتقرض بقى الزفاف لا انا فاكر بقى تقصد حاجة يتغير فيها هي اه بتحاول انك انت يعني تحاول لا بص اللي يتحك تغير طريق تفكيرها فيها ان انت هتغير في واحدة ستة حاجة يعني ده انسى يعني يبقى بيه يعني بيقول لك كلام لا يعني ما انت بيحصل بينك وبين يعني شريكك في الحياة كده بيحصل حالة من بنشوف وجهة نظر في النص ما بينا للي حنعمله سوا جاي طبعا ده اللي بيحصل بيحصل الحالة البالانس دي طبعا لان كمان لما يعني يعني ما بتتجوز وتبدأ بقى يعني تبقى انتو خلاص بقى في كيان اخر انتو مع بعض مبقاش كيانين فصعب جدا انت هتحول شخصيت اللي قدامك لحاجة قريبة منك وصعب هنا هي تعمل نفس الكلام لكن انت بتلاقي حاجة في النص كده منذار جديد اللي هو منذار الجواز ده بتشوفوا منه الحياة سوا طبعا فلو عايز تقول المنذار ده مسلا فيها عينتين كل عين من حد وبتطبخوا كده بيعمله يعني كده وجهة نظر واحدة وجهة نظر واحدة جديدة هي دي اللي بيحصل انا بشوف ان الجواز كده بيحصل وجهة جديدة اوسع كل واحد ببقى ماشى في الحياة الرؤية اوسع فعلا تبقى اوسع بتلم تحتيها الرؤيتين بشكل ما بقدر يعني بقدر مستطاع يعني وبتشوف لمدى ابعد طب احنا قلنا كلام كبير او على فكرة طب خلينا